أكد اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني من ولاية عن الدفلة على مرافقة الفلاحين والمستثمرين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية تبع التفاصيل معالي دمك في مستهل الزيارة استمع حمداني إلى انشغالات الفلاحين ومشاكلهم متوجه الحالي بهذا نطلبوكم من سدي الوزير تكونوا معنا وتعاونونا إن شاء الله في هذا الوسم لأن الشيارة تبعت بزاف من المدخول إلى المخروج أول حاجة اللي نحاوس عليها هي مصنع في ولاية عين الدفلة لأن شعبة الطماطم رانا فذروا سيد الوزير يعني الحقنا للسنارنا متوقعين باش تكون عندنا ثلاثة وخمسمائة هكتار ما عندناش الحق نخلو الفرصة تجوز ولا نخلو الحالة تتدهور ونخلو الفلاح اللي يوصون ترضي بروبلام التجربة الناجحة لزراعة السلجم الزيتي على مساحة خمسة وخمسين هكتارا ستفتح الباب أمام المستثمرين لتطوير هذه الشعبة وانطلاقة فعلية في كل الشعب اللي عندها وزن تقيل في الاقتصاد الوطن اللي عندها وزن تقيل فيما يخص ميزانية الدولة ما بينهم هذا الشعبة هذه والمادة هذه والهدف انتعنا هذا هدف تدريجي راح يتجسد تدريجيا وعندنا معايير لإنتاج نسبة ما في الختام أشرف الوزير على توزيع عدة مقررات لرخص حفر الآبار على المستثمرين والفلاحين وكذا تعويض المتضررين من حرائق الغابة